انتهت اللجان الأربعة دائمة تابعة للبرلمان العربي من اجتماعاتها حيث ناقشت لجنة الشؤون التشرعية والقانونية تأثير تغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في إطار التحضير للجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر السبت بمقر جامعة الدول العربية انتهت اللجان الأربعة دائمة من اجتماعاتها حيث ناقشت لجنة الشؤون التشرعية والقانونية تأثير تغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية قضايا الشباب والعمل التطوعي ومشروع استرشادي لدعم العمل التطوعي في الوطن العربي بالإضافة لقضايا أخرى متعلقة بالمرأة طبعا ناقشنا عدد من البنود وهناك سبعة بنود أهم هذه البنود أخي العزيز هي الرؤية البرلمانية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية موضوع كبير جدا نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك في الوطن العربي تغير المناخ وزادت درجات الحرارة وارتفعت في بعض المناطق والمنخفضات الجوية والأعاصير أصبحت في طريقها الوطن العربي وأصبحت يتأثر بها المواطن العربي تأثر أبالغ اللجنة درست هذا الموضوع وهناك من الدراسات الكثيرة في هذا الموضوع وإن شاء الله سيكون هناك رؤية عربية ستعرض قريبا للحد من تأثير الإنبعاثات الحرارية وإن شاء الله تكون بيئة نظيفة بإذن الله لجنة الشؤون الخارقية بحثت سبل تعزيز الأمن القومية والاستقرار في العالم العربي بالإضافة لإعداد مذكرة بشأن مواجهة سفر الإرهابيين وتحريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية وعلى الصعيد الاقتصادي ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية المنظومة الرقمية والتشريعات الخاصة بها وأطر التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والوصول لتشريعات خاصة بالرقمنة حدثنا على رؤية عربية حول الاستقرار في الوطن العربي وهذه الرؤية عرضنا اليوم لهيكل التاحة والتفقت عليها اللجنة كذلك ثم الحديث على رؤية عربية بالنسبة لتنقل والإرهابيين بين الدول العربية وهذا موضوع مهم وخطير جدا كانت اللجنة صادقة على إنشاء هذه اللجنة سابقا وهي لجنة مشتركة طبعا وقمنا بها الآن باستعانة بخبراء تقدمنا هناك خبيران وخبيرة مصرية وخبيرة جزائري تم الاتفاق عليهما طبعا هم الآن بيصدد لقيام بهذه الرؤية طبعا بتحت إشراف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي اليوم إحنا إن شاء الله تواجدنا في لجنة الاقتصادية والمالية بالبرنامج العربي لمنقشة عدة موضوعات تخصصية كان على رأسها أن اللقاء تم فيديو كونفرنس مع مجلس الوحدة الاقتصادية الرقمية الحقيقة كان منقشة حول أطر التعاون وتنشيط الاقتصاد الرقمي ما بين الدول العربية من خلال هذا المجلس اللي بيمزل مجود كبير جدا على رعاية المصالح الاقتصادية ما بين الدول في إطار المنظومة الرقمية أعتقد أن كافة الدول العربية ملتزمة بالتشريعات الخاصة بالرقمنة هناك مشروع قانون استرشادي تم إقاره سابقا وهو تمكين المرأة إن كانت تمكين البرلماني أو الاقتصادي وتمت مناقشة إمكانية إطلاق هذا القانون أو هذه الوسيقة الاسترشادية في أي دولة عربية ترغب بهذا الموضوع هذه أهم العناوين التي تمت مناقشتها اليوم جهود متواصلة للبرلمان العربي من خلال لجانه المختلفة للخروج بتوصيات تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في إطار منظومة متكاملة لحل قضايا الشأن العربي محمود جميل التلفزيون المصري